بسم الله الرحمن الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه فعلا متأخرين دي على فرق التوقيت فرق التوقيت ده معلش هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على كل حاجة جماعة حدش بس يسأل في حاجة كده خلوه عمد تبقى فكرنا عشان ربنا يكرمنا كده ايه ونردين على كل اسئلتكم بازن الله بسم الله الرحمن الرحيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سعيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد حبيبنا طلابنا الأعزاء طلاب كل المراحل يا جماعة بالنسبة لتالت سنوي تانية سنوي أولى سنوي يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسلامة ويا رب تكون الأجازة كده سعيدة عليكم نبدأ كده بس يعني بما أننا في المدينة يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله كده سبحانه وتعالى يتقبل منا نهارده يوم جمعة كده وجمعة طيبة بإذن الله الناس تكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا انت عارف ان ليها فوايد كتير جدا يعني رب نصحناه وتعالى يفك بيها كربة كل مكروب إن شاء الله ويفرج هم كل مهموم وبإذن الله كده يخضي لك حكتك كمان يعني أي شيء انت تطلب من رب نصحناه وتعالى يستجاب بإذن الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طب بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو جماعة السريع ده كده إن شاء الله احنا هنحاول نبقى مركزين بس في كلامنا عشان ما نطولش على حضرتك طبعا احنا نكلم فيه عن كل حاجة خاصة بالعمل في الترمي التاني إن شاء الله سواء لتالتة سنوي أو لتانية سنوي أو أول سنوي سواء على الأرض أو الأونلاين بس احنا طبعا هنبدأ بتالتة سنوي حبيبنا المحترمين لأن الناس دي أصلا ايه تعتبر شغلة السنة كلها ما بتريحش ربنا يعينهم كده ويوفقهم لكل خير طب حبيب قلبنا المحترمين بسم الله الرحمن الرحيم أول حاج ما احنا هنتكلم على طلبة الأونلاين بالنسبة لتالتة سنوي تالتة سنوي يا جماعة احنا في أجازة مفترض حضرتك النهاردة بتمتحن آخر حاجة ليك يعتبر آخر حاجة ليك انت بتمتحن بتمتحن طبعا على الأربع أبواب كويس كده وبعد ما بتمتحن على الأربع أبواب بتبدأ أجازتك أجازتك ان شاء الله ممتدة من دلوقتي بإذن الله تعالى لحد يوم اتناشر لحد يوم اتناشر يا جماعة حضرتك موجود بإذن الله في أجازة يعني انت معاك أجازة تقريبا هتاخد لها حوالي عشر تيام ده اتناشر ده انا هرجع لكن لسه مش تبقى أول حصة برده فحضرتك بإذن الله كده لسه معاك فترة انك تأجز وتريح لو انت حبيب تريح دي أول حاجة طب بالنسبة للأونلاين ان شاء الله جماعة احنا هنرجع امتى العودة بإذن الله جماعة انا هرجع ان شاء الله ربنا يكرمنا كده نسألكم الدعاء هنقول بإذن الله نحن نرجع يوم 12 بإذن الله يوم الـ 12 دا يبقى موافق يوم حد يوم التلاتة اللي بعدين ان شاء الله اللي هو الموافق يوم 14 هتنزلك أول حصة على الأونلاين هتنزلك أول حصة على الأونلاين يوم 14 هنبدأ ان شاء الله جماعة زي ما احنا كنا عادينكم بالعضوية وبأكد بقى يا جماعة نظام العضوية لأنه احنا هننفخك حبتين العضوية جماعة ان شاء الله احنا عندنا تقريبا احنا مقسمناها كلها لاثنشر محاضرة شرح وأربع محاضرات مراجعة يعني انت عندك بإذن الله ستاشر محاضرة الستاشر محاضرة دول بقى ما زي ما انت متخيل ده انت هتتنفخ انا آسف ان انا ببلغك الخبر ده بس انا بقولك استعد وجهز عشان ما بقاش انا غفلتك وتجد قول ايه والله يا مستر اصلي انت ما قلت ديش انه يحصل فينا كده لا هيحصل فيك كده عضوية جماعة عن اجتهاد وشغل قوي جدا احن بإذن الله مقسمين الشغل كالقاتي كل تلات محاضرات شرح اللي هم ربع العضوية هيكون عليهم مراجعة بعد كده وهيكون عليهم امتحان شامل خاص بيهم هم يبقى انت كل محاضرة اولا كل محاضرة وراها الواجب بتاعها وراها الاختبار بتاعها وراها الاختبار اللي عليها اللي هو الكويز بتاعها دي اول حاجة بعد كده كمان كل تلات محاضرات عند حضرتك مراجعة شاملة واختبار شامل على التلات محاضرات ده مش بس كده ده حضرتك كمان وانت بتشتغل المحضرات دي ما بتشتغلاش اسبوع كل محضرة اسبوع او كل اسبوع في محضرة لا حضرتك بتشتغل في اسبوع محضرة شرح والاسبوع اللي بعدين محضرتين شرح اسبوع محضرة والتاني محضرتين فاحب اقول لك انك انت كده يعني ربنا يعينك ويوفقك لكل خير لان الموضوع فعلا مش هو مش صعب ولا حاجة ولكن برضا جماعة لا احتاج ناس شغالة شغل من النار فربنا يكرمكم وده برضا هيبقى حاجة شبه من النظام اللي هيشتغل بيه برضو طلبة السنتر عشان تبقوا عارفين والعضوية جماعة مش صعبة ولا حاجة فرع بسيط وسهل جدا والله من الكيميا ما تقلقش يعني احنا عايزينك بص زي ما بيقولوا كده احنا دايما الحمد لله واحنا بنشتغل معاك بنبقى محافظين على مستوى الاداء باذن الله ان شاء الله لا احنا في العضوية كمان بنرفع من مستوى الاداء ده وباذن الله الموضوع هيبقى قلطف واسهل بكتير ولكن المدومة باستمرار على الشغل والحل باذن الله هتلاقدم يا ظبط معي فانا قلتلك اهو حصة واجب امتحانة على الحصة وكل تلات حصة في عندك مراجعة على الحصة وكمان عندك غير المراجعة على الحصة باذن الله عندك بعد كده اختبار على كل ربع العضوية يعني كل تلات محاضرات دي اول حاجة طيب بالنسبة بقى الحاجة التانية طيب يبقى طلبة لناها هتبدأ من امر 14 طب انا سجل حاجز ازاي حضرتك عندك حاجز من خلال فوري على المنصة ده تقدر تخش من غير ما تتعامل مع حد الان التيم اصلا في اجازة هيرجع بكرة ان شاء الله لو عايز برضو هتواصل مع الارقام هينزل لكم بسطة جماعة في ارقام الدعم وارقام المسؤولين على المنصة دول برضو هبقوا شغالين بدءا من بكرة باذن الله السبت لان الناس كانت في اجازة جماعة بنقول تاني الناس كانت في اجازة ورجع باذن الله بكرة ان شاء الله هيكونوا في خدمتكم اه تقدر حضرتك تسجل حاجزك من دلوقتي افضل لك عشان ما تجيش يوم 14 وتقول اصلا انا ريس يا جماعة وانتم بتأخرين علي انا سيبلك شوف فترة دي سجل حاجزك ويحجز الكورس بتاعك يا فندم يا اما من خلال فوري يا اما من خلال الارقام اللي هتنزلك وانا بقوله هينزل بعد الفيديو مباشرة تعليق مسبت في كل التفاصيل الخاصة لو عايز تحجز مع المنصة سواء فوري او عايز تحجز من خلال المشرفين طيب رقم اتنين ودي المفاجأة اللي احنا كنا يعني سكتين عليها شوية بالنسبة بقى لطلاب السناتر اللي كانوا بيسألوا يا جماعة هنقدر ندخل الناس في العضوية ولا لا طيب البشرة الطيبة احنا بإذن لجماعة هنسمح لأي طالب حابب ان هو يخش معنا من اول العضوية ان هو يخش معنا من اول العضوية طيب مستر من غير ما تمتحنه على اللي فات انا مش هقدر ان انا اختبره على الكيميا العامة لان هيقعد يقول لي برضو الكلام الكتير ان انا بسمعه اصلا مستر احنا ما خدناش دي معاك وما خدناش معرفش ايه لا حبيب احنا مدينلك فرصة من اول العضوية بس هنطلع عينيك لو ملتزمتش معنا انت عارف ايه اللي هيحصل فحضرتك انا بقولك او عايز تشتغل عضوية معنا احنا تحت امر حضرتك تفضل تشرفنا هنسيب تحت يا جماعة هنسيب تحت اول ما الفيديو يخلص ان شاء الله تعليق في كل الاماكن اللي احنا شغالين فيها وده خاص بالطلبة طلبة السناتن في القاهرة والجيزة والعشر من رمضان وكمان في السويس اي طالب حابب ان هو يخش معنا حتى تتوجه للسنتر هيتوجه للسنتر بتاعك نفس الكلام طبعا الانلاين اللي عايز يخش يخش معنا الموضوع سهل جدا جماعة فاحنا بنقول اهو حضرتك حابب انك تنضم لينا هتروح للاماكن اللي احنا وضحناها دي وتسجل حاجزك ما تجيش على الحصة اوه انا نبيه تكاوب ليه يا فندم عشان احنا بيبقى عندنا للاسر بزحام احنا مش عايزين نعمل تكدس انا الكلام واضح حضرتك حاجب تلطحق بنا احنا هننزللك دلوقتي بعد الفيديو على طول الاماكن اللي احنا موجودين فيها كلها وهننزللك ارقام تليفونات حضرتك من بداية من بكرة عشان ما حاجب شو ما قال شاوب بداية من بكرة تبدأ السيناتر دي تستقبل الحاجز بتاع حضرتك حابب انك تكمل معانا تفضل حضرتك ولينا اشتارف انك تنضم لينا وتكون من طلبنا المنضبطين بازن الله ده بالنسبة لدخول السنتر وده انا قلتوا جماعة بدون اختبار سواء لطلبة السويس طلبة العاشر من رمضان طلبة القاهرة او طلبة الجيزة اه طبعا عشان برضو الناس اللي سألت عن الامتحان الامتحان اللي انا كنت اعمله لك الامتحان الشامل ونسألك بس دعوة طيبة كده بما ان انا امنتك يعني انا كده اديتك الامان بما ان انا اديتك الامان اسألك بقى كده دعوة طيبة ان شاء الله بس ده مش معناها جماعة برضو ان احنا نهمل وما نشتغلش لا اشتغل كده وربنا يكرمك عشان ما تخلنيش يعني ايه ازعل منك والزعل يعني بنا مش كويس الواحد بيحاول دايما ان يكون العلاقة بيننا كده جماعة علاقة طيبة ده بالنسبة لطلبة السناتر فما تقلقش من درجة الامتحان احنا بس هنديك فوق دماغك كلمتين مش اكتر لكن ان احنا نمشيك لا مش نقدر نمشيك انت حبيبنا وخلاص لازم نكمل معاك وندفعك لقدام بازن الله طيب ده بالنسبة لدخول السناتر في الاماكن المختلفة بالنسبة كمان بأكد على حاجة خاصة بطلبة انبابة طلبة انبابة كانوا واخدين معنا لحد نص العضوية وكنا مدين لهم العضوية بقية اقاس في الكهربية وكنا مدين لهم بقية الكهربية يحتروها على الالاي اي طالب كان عنده مشكلة في المنصة حبيبي الناس هيبدأ تتواصل معك من بكرة ويحلوش مشكلتك ان شاء الله واتكمل حصصك تشوفها ان شاء الله على المنصة عشان هتنزل معنا تبدأ عضوية احنا هنبدأ طارد وجماعة في انبابة حضرتك هنبدأ عضوية بازن الله اول حصة هنرجع طب صح اول حصة عاودة امتا جماعة فانا قلت احنا ان شاء الله انا راجع يوم اتناشر في يوم تلاتاشر واربعتاشر انا شغال بإذن الله في السويس فيش راحة جماعة اجعنا خلاص من اجازة يعني لازم نقوم ونشتجل هو ده اللي انا علمت لك وده اللي انا بطبقه على نفسي بس كده فانا كلمة واضح يا جماعة بإذن الله اللي انا هعمله ان شاء الله ان ربنا احيانا ودنا العمر كده ان انا يوم اتناشر هكون موجود عندك في السويس يوم تلاتاشر واربعتاشر اللي هما موافق اتنين وثلاثة هبدأ في السويس وبعد كده هنبدأ في القاهرة اللي هو نفس الاربع والخميس يعني الموافق اربع اربع اربعتاشر تلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر وستاشر كل ده هنبقى شغالين فيه بإذن الله ربنا كده يعيننا ويعينكم طب الجزئة اللي بعد كده بالنسبة لطلبة حلوان طلبة حلوان يا جماعة احنا كنا حاولنا كنا قلنا للناس ان احنا ان شاء الله نحاول ان احنا نشوف معاد ولكن للأسف والله احنا ما قدرناش نتمكن ان احنا نوفر معاد لطلبة حلوان فابنعتذر احنا قلنا جماعة ان احنا مش هنقدر ان احنا نديهم كلمة ولكن احنا لما قعدنا وحاولنا ان احنا نظبط المعيد للأسف الامور لم تسمح للأسف لم تسمح والموضوع يعني هنعمل فيه فخلاص احنا بنعتذر حضرتك لو حابب تحضر معانا انت ممكن تحضر معانا في المعادي والمشوار ما يبعدش عنك اكتر من نص ساعة لكن ان احنا نعمل معاد تاني فوالله للأسف ما قدرناش ان احنا نوفر طب ده بالنسبة لطلات ثالثة سنوية في كل مجال طبعنا جماعة بأكد تاني على طلبة العضوية العضوية حضرتك محتاجة شغلة من اول يوم اجتهد واشتجل لان بص يا جماعة اللي بيضيع محاضرة احدى في العضوية انت كده بتضيعها كلها يعني فيها ميزة وفيها عيب الميزة المحترمة اللي فيها اللي هي جماعة الميزة اللي فيها اللي هي مطربطة جدا ببعضها اما العيب اللي فيها انك لو وقعت محاضرة زي ما قلتلك بتلاقي الدنيا اصبحت كرسة بالنسبة لك واحنا باذن الله مش عايزين معاك اي مشكلة باذن الله عايزين امورك كلها كويسة ده بالنسبة لطلات ثالثة سنوية طبعا وهأكد على موضوع الكتب في النهاية في نهاية الفيديو طب بالنسبة لونلاين تانية سنوية تانية سنوية هو كمان هيبدأ الحجز فيه ان شاء الله بداية من يوم السبت اللي هو بكرة تقدر حضرتك تعجز من خلال المنصة على طول من غير ما تتعامل مع حد من خلال فوري تدفع فوري وان شاء الله كرسة يشتغلك اول ما نرجع طب هما هيشتغلوا امتى برضو تانية سنوية ان شاء الله تانية سنوية ان شاء الله جاء معها برضو هيشتغلوا من بعد ما نرجع على طول بعدها بتلات أيام هننزل لهم مواعيد المحاضرات وهينزل لهم محاضراتهم هما كمان بالنسبة للأونلاين برضو كل محاضرة في الأونلاين لتانية سنوية عندهم المحاضرة عندهم واجب المحاضرة عندهم كويز على المحاضرة وباستمرار إن شاء الله كل تلات محاضرات هما كمان بيكون عندهم مراجعة عامة ده غير طبعا في نهاية كل باب بيكون عنده اختبار على الباب كامل ده بالنسبة للأونلاين بتاعة تانية سنوية يقدر يتوصل ازاي مع الارقام برضو اللي هتكون موجودة اسفل الفيديو بعد ما الفيديو يخلص هتلاقي تعليم وثبت في كل الارقام وممكن تقدر تدفع من خلال فوري على المنصة مباشرة بدون التعامل مع اي عامل بشري طب بالنسبة لسنتر تانية سنوي طبعا تانية سنوي جماعة عشان ما حدش بيسأل السؤال الجميل ده يا جماعة احنا تانية سنوي ما بنشتغلش سنتر غير في مكان واحد بس في السويس فقط عشان الناس بيسأل فاكرانا ان احنا موجودين في اكتر المحافظة لأ حبيب قلبي والله احنا موجودين في مكان واحد بس تانية سنوي في السويس اما الباقي كله فاونلاين تقدر تتعامل معها من خلال اونلاين سنتر تانية سنوي احنا كنا نزلنا بوست الناس تنزل تروح تعجز معادها لان الموعيدة تغيرت حضرتك انا بأكد تاني احجز لان حاجزك بتاع الترمي الاولاني اصبح لاغي روح اختار معادك اللي نسبك وباذن الله كده ان شاء الله هنبدأ مع بعض برضو بمجرد ما هارجع الاسبوع اللي بعد ما هارجع بقى جماعة ان انا هارجع خلاص هيبقى يوم للحد ان شاء الله يعني ان ربنا تقدر لنا البقاء وحضرتك هيكون ان شاء الله معادك السبت اللي بعده هتبدأ تشتغل ده بالنسبة للسنتر وبالنسبة للونلاين زي ما نوضحت برضو جماعة تبدأ تسجل حاجزك من دلوقتي وان شاء الله هتبدأ المحاضرات تنزل لك بدءا من يوم خمسة عشر طب اللي بعد كده بقى اولاين اولى سنوي طب الناس يا جماعة اللي بتقول اولاين اولى سنوي يا حبيبي اي محافظة اي طالب في اي محافظة زي ما كنت بتتعامل معنا او لو حابب تكمل معنا الترمي التاني ان شاء الله تقدر تنضم لينا برضو هتلاقي الارقام موجودة اسفل الفيديو وتقدر برضو تخش على المنصة المنصة جماعة موجودة على جوجل مش موجودة على بلاي ستور او اب ستور موجودة على جوجل تخش تكتب بس منصة اساس خل السقرة تظهر لك تعمل اكاونت وتخش هيظهر لك الكورسات تبدأ تحجز الكورس اللي انت عايزه ان شاء الله وهنبدأ بإذن الله برضو بدءا من يوم خمسة عشر وهتنزل لك بعد كده الموعيد على الصفحة طب ده بالنسبة للانلاين الخاص بالمحافظات يا جماعة عشان في ناس تفتكرت ان احبوا ليه طلبة قولة سنوة روح تحجز في السنتر لا ده ده خاص طلبة سويس بس طلبة اي طالب موجود على مستوى الجمهورية يا جماعة الموضوع سهل وبسيط حتى تقدر تتواصل مع ارقام الواتس اللي احنا هنسيبها لك اسفل الفيديو او تقدر تخش على المنصة وتشوف ازاي هتشتغل طب مش فاهم واحنا بتقول ايش معنى السويس ها مش عارف اللي هي بتقول ايه السويس محافظتي حضرتك عايزة ايه بالزبط المهم طب طلبة السويس بقى اول سنوة يا جماعة طلبة السويس اول سنوة احنا اكدنا جماعة في الفيديو قابل كده قدمنا اعتزارنا اول حاجة اللى ان احنا مش هيقدر نشتغل معاك على الارض وان احنا هكون نزام شغلناو بنعيد تاني اهو نزام شغلناİن شاء الله في السويس هيبقى حضرتك بتحضر اربع اسابيع على المنصة بينزلك المحاضرة بينزلك وراها الواجب بينزلك وراها كويس على الواجب وبينزلك امتحان طبعا اللي هو عليها وان شاء الله بعد كل اربع اسابيع احان دبقى بعد اربع اسابيع بتنزل حضراتك تاخد محاضرة على الارض ومراجعة ومعادل المحاضرة دي حضراتك بيتحدد من وين بتحجز طلب السويس بقى للمنصة اللي حبيب يحضر معنا الحصة بتاعت انا كلامي واضح وعشان ما يقولش تاني ما قلناش. يا حبيب قلب المحترر. حضرتك مش هتحضر الحصة على الارض الا لو انت طالب من طلب المنصة. بس كده. السويس. انا كلامي لطلبة السويس. فحضرتك مش هتشوف. اه مش هتقدر انك تحضر الارض الا لما تكون معنا اصلا طالب منصة. انا قلت لك اهو بتحضر حضرتك الاربع اسابيع على المنصة وبتنزل بعكية تحضر حصة مراجعة عشان لا عليهم وبتاخد معادها من وين بتحجز. حاجزك في السنتر ان شاء الله. طالب المنصة اللي هيحضر معنا في السنتر كمان حصة المراجعة ده لازم ينزل يحجز في السنتر. ده بالنسبة الانلاين سواء اولا سنوي عموما او اولا سنوي عموما بالنسبة للسويس. طيب كتب ايه اللي موجودة على بوكستور غدا ودي اللي نزلت على طول وجهزة يا جماعة? واحد. كتب تانية سنوي وكتب تالت سنوي. يبقى كتب سنة تانية. وكتب سنة تالتة موجودة على بوكستور وهنسيب لك اللينك بتاعه اسفل الفيديو. وممكن تطلبها وهجي لك من خلال الشحن في خلال تلاتية. ده بالنسبة للكتب بتاعة سنة انا كلمة واضحة. كتب سنة تانية تانية اهي تانية وتالتة. دي اللي جاهزة دلوقتي. طب كتب سنة اولى ان شاء الله هتكون موجودة جماعة بدءا من يوم الخميس القادم. لسه على اخر الاسبوع ان شاء الله الموضوع هيبقى بازن الله متاح بالنسبة لأول سنة وهتلاقي الحاجة على بوكستور. طبعا طلبة سويس هتلاقي الكتاب بتاعها او المذكرة بتاعتها موجودة في السنتر. بس. فده بالنسبة جماعة كمان للجزئية الخاصة بالكتب. الكلام بقى جماعة المهم اللي انا عايزة اقوله لكل الناس. ودي نصيحة كده واحنا في المكان الطيب ده. اه الناس جماعة شافت يعني عرضوا ان الناس دايما كده تتعلم. تتعلم من اخطائها. يعني احنا بس كلنا بشر وكلنا خطائين. فالموضوع سهل وبسيط. اه ولكن يعني خليك زكي وتعلم من اخطائك. يعني احنا حتى لما كنا بنقول يقول لك اه وبعده في التاريخ والاخباره فيه لنفس العاقل اعتباره وفيه للمستبصر استبصاره كيف قاتل قومه وكيف صاره. حضرتك لازم تقدر تشوف ايه اخطائك اللي انت اخطاقتها الترمي الاول بالنسبة لطلبة النقل. وتحاول انك تعليجها. الطالب بتعتلت سنويه. انا مش هادر اقول لك يعني بصراحة يعني يا حبيبي اشتغل حرام عليك. يعني اللي جاي مش قد اللي عده. اللي فات ده يعتبر هو الجزء الاكبر من السنة. وحضرتك كده بازن الله يعني بص عشان تحصل على شيء طيب لازم تكتهد وتشتغل. فلو انت فاكر ان انت هتحصل على نتيجة وشيء طيب ان شاء الله تفرح بيه اهلك. بالنوم والكسل والتخازل وانا اصلي لسه مبدأتش وانا لسه ما عملتش. بنقول دايما كده جماعة بص حضرتك. ما تأخر من بدأ. ابدأ حضرتك دلوقتي. بدأت هتلاقي نتيجة. طب بص عمال حاطت ايدك على خدك وعملت اقول لنا ايه. لا والله اصلا انا مش هلحق اصلا انا مش هعمل. يا ابني طب ما تجرب. انت بص من اول السنة في بعض الناس ما بتسمعش كلامنا خالص. ما بتسمعش كلامنا خالص اللي هو يعني لا تلقي بلا لأي كلام. واحنا بننصحك والله نصيح تبص واحد خايف عليك. مش اكتر. انت ليك مطلق الحرية. تسمع نصيحتنا دي او بص ولا ليك دعوة بها خالص. انت ليك مطلق الحرية. ولكن احنا بنحاول دايما يعني نديك من تجربنا. لانه انت ما بتسمعش حد. يعني اهلك يجوا ينصحوك. للأسف مش عايز تسمعهم. احنا نجي ننصحك. للأسف مش عايز طيب حبيب انت عايز تسمع ميني مش عارف اقولك ايه بس. فحبيب قلبي يعني لكل يعني البطيخ المحترم يعني بطيخة المحترمة دي اللي تشتغل يعني بالله عليك بالله عليك اجتهد واشتغل لان يقسم بالله العظيم. احنا عايزين نشوفكم افضل مننا يعني في الاول وفي الاخر احنا نتمنى ان احنا نشوف طلابنا افضل مننا بمراحل. ده يعني ده ده يعني لو هنقول ان فيه مدرس بينجح بينجح انه هو يخلي الطالب ده افضل منه. يعني سر نجحنا فعلا ان احنا نشوف الطلبة بتاعتنا في اماكن افضل مننا بازن الله. فبالله عليك اجتهد وزاكر واشتغل وعمل اللي عليك. والله العظيم احنا هنسندك. يعني بعض الناس فاكر يا لا هو مستر خالد ما فيش غير ان هو يحبطني بس. لا حبيب قلبي والله. انا لو شايفك بتعمل اللي عليك والله هتلاقيني اكبر داعم ليك. ويعني والواحد عمر ما يكره الطالب بتاعه ابدا. بس يكره فعله. يكره استهتاره. ده شيء مكروه. ولكن انا احب بقى اي? احب الطالب بتاعي جدا. احب اشوفه جدا. احب ان الطالب بتاعي ملتزم بازن الله. اخلاقا وعلما ودينا. يبقى كل حاجة هو ملتزم فيها. هو ده المطلوب من حضرتك والمطلوب مني ان انا وصل لحضرتك. فما تجيش النهاردة تشوفني ان انا مثلا بلاقيك متخازل فبزعلك. فتقول اه بص بيعملني ازاي? لا حبيب قلبي. احنا زي والدك. انا زي والدك في الاول وفي الاخر. اشوفك شغال وملتزم. لازم النهاردة ان انا احفزك وكلمك كلام طيب. وكل اللي اقدر عملهولك عملهولك. لكن حضرتك متخازل عن شغلك. ومقضيها بقى وبتدلع. مترجعش تزعل من اللي واحد هيعمله. لا لا لا. لازم نديك كده فوق دماغك. فارجوك ما تزعلش مننا. احنا في الاول وفي الاخر. اه حرسين عليك. وزي ما انا هاقدر اقول دايما وما يكو راحما فليقصو احيانا على من يرحمه. قسوتنا عليك قسوة المحب مش قسوة الكاره. رجاءا تحملنا. وطلب التالت سنة وان شاء الله هتلاقونا في الفترة الجاية اكبر دعم ليك. بس رجاءا بالله عليك يا اخي. التزم بالله عليك مرة واثنين وتلاتة. التزم كده. وزي ما هنفضل نقولك دايما بني اجتهد ودرس وزاحم ونافسي. ولا تتجمع في رحاب المدارسي. وكن باحثا عن فهم كل عويصة بذهن يرى مستيقظا غير ناعسي. ربنا يكرمكم كده جماعة. ويوصلكم الاعلى الدرجات. والله دعواتنا لا تنقطع ليكم. نسأل ربنا سبحانه وتعالى انه هو دايما يرفع درجاتكم. وانه هو يوفقكم كل خير. وانه هو دايما يا جماعة ينير بصائركم بالعمل الصالح ان شاء الله. يعني زي ما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ان اللهم حبب الى ان العمل الصالح. ان ربنا سبحانه تعالى يرزقك العمل الصالح. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وانه سبحانه وتعالى ان شاء الله ينير بصائرنا بنور العلم وبنور الايمان. واوعى تنسى ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمنى على العبد بنعمة يعني بنعمة العلم. الا لو العبد ده بازن الله تقرب الى الله سبحانه وتعالى يقول المولى عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. فنتقرب بنا كده شوية معنا سأل رب رسحنا وتعالى أن يجعلنا من المتقين نشوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته